طبعاً احنا دايماً بنتكلم على أنواع الفنون المختلفة والقوة النعيمة النهاردة هنتكلم عن فن المصرح وتأثيره في تناول قضايا المجتمع بشكل مختلف هيكون عندنا هذا اللقاء مع الدكتور السيد محمد علي وسينادست والمؤلف المصرحي والرئيس الأسبق لبيت الفن المصرح صباح خير يا دكتور صباح خير الحقيقة دايماً احنا بنتكلم على القوة النعيمة بنتكلم على أنواع الفنون المختلفة لكن كمان بنتكلم أن الحضارة المصرية لها بصمة قوية جدا من خلال حضرتنا المصرية القديمة بنتكلم أنه يمكن من قديم الأزل عندنا فن المصرح موجود عند قدماء المصريين ولكن بنقول أنه تطور حتى نحن نشوفه بالشكل الحالي والتطور الحالي لكن بنقول كمان أنه السوشي الميديا أو وسائل التواصل الاجتماعي لها تأثير أيضا على هذا الفن حضرتك شايف ده من وجهة نظرك إزاي؟ طبعا المصرح كأبو الفنون والسوشي الميديا برضو دلوقتي متدخلة درجة أنها برضو تنفسه في حكاية أبو الفنون ديت طبعا زمان ما كانش فيه السينما ولا تلفزيون ولا كان فيه أأمار صناعية ولا حاجات زي كده فكان المصرح الوسيرة الوحيدة للتعامل أو الاختابل مباشر بين المتفرج والممثل وهو كان بيعبر عن فكر العام وفكر الدولة يعني مثلا نتكلم مثلا إيه لما يعني لو أنت حضرتك ذكرتي أيمان فرعنة أيمان فرعنة كان في عيد نايدة نفسي الثالث أو عيد لها أمون كان نفسي الثالث كان في واحد اسمه إنخرفرت ده كان رئيس الوزراء بتاعه ده كان بيمثل أحداث إزيس وزوريس على عربات كاررو ويحطوا تمثيل الأليهة ويمثلوا الحرب اللي كانت موجودة ويمثلوا جميع الفصول المسرحية وشعب يشترك فيها والشعب ينفعل بيها وكان ديها من أهم الاحتفالات اللي كان موجودة في الموقف الشعبية لما يجب أن نتفرك بقى عن تأثير المسرح من أهم تأثير المسرح في الدولة الحديثة يعني بريخت بريخت اللي بدأ يعبر عن الفكر الاشتراكي أو الفكر الشيوعي وعلى النظرية على شغل ماركس بريخت عبر عنه إيه؟ عن طريق المسرح فهو عشان كده عمل المسرح الملحمي هو بقى ده يعبر عن الفكر ده بعروض مسرحية بسكاتور بسكاتور ده كان برضه أخذ المسرح السياسي نموذج عبر عن الفكر السياسي الجديد المتولد هو الفكر الاشتراكي واللي كان موجود عبر عنه المسرح لما جينا هنا مصر وبدأ الثورة قامت وبدأ ببقى فيه تحاول اشتراكي تحاول اشتراكي هنا في مصر وبدأ WITH الل back of the war بقى الكتاب يعبروا عن الفكر الدولة الجديدة يعني مصر كانت طرق السمالية تحولت الفكر الاشتراكي بدأ يعبروا بعروض مسرحية طبعا يعبره وفي نفس الوقت وكان برضو ممكن يختلفوا مع السلطة يبقوا معها شوية ويختلفوا معها شوية فكان المصرح كان معبر لأن في غياب السينما وغياب الميديا الأخرى يعني فده المصرح كان حاجة مهمة جدا إلى جانب آخر وده اللي ممكن الناس تحسوا أنه جديد أنه كان فيه زمان فيه المصرح الشعبي المصرح الشعبي ده السامر الشعبي المصرح الشعبي ده كان عروض شعبية تقام مثلا في الأفراح وعاد الميلاد وحفلات الطهور وليل الحصاد في البلاد كان بيقودها بلياتشو ومهرج وليها شكل معين العروض كان عروض مقضى مقضي لازع وبتفتح حيون الناس بتفتحهم وتوجههم وتوعيهم على مشاكلهم وإزاي يحلوها وكان المتفرجين بيشتركوا مع المصرين يعني في مصر كان بسماء المحبزين في القربة كان بسماء السامر الشعبي أو الخلابيس أو حاجات زي من هذا القبيل يعني يعني ده ده في أجالة يعني آه لا 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 معلومات قيمة جدا ويمكن حضرتك أخدتنا كده لجولة مختلفة عن تاريخ الفن والتطور على مدار العصور المختلفة دايما نحن بنقول أنه فن المصرح هو بيعبر عن قضايا المجتمع لكن بشكل فيه يعني نوع من الرقي نوع من الفن لأنه عملا يعني المشاهد أو يعني الزائر للمصرح بيكون ليه طبيعة مميزة جداً بيكون مثقف حابب أنه يتعرف حابب أنه يشوف الحاجة بشكل مختلف آه يعني يمكن أنا بقول أنه المصرح ده من أرقى الفنون آه بنيكلم أنه التواصل ما بين الممثل والجمهور بشكل متواصل على طول بيقدر يعرف رد فعل الجمهور آه كل ده بيأثر جداً جداً على التنمية والوعي لدى المجتمع خلو حضرتك حاجة أنت ممكن تتفرجي على عشرين فيلم تنسيهم ما صحية واحدة بس تفضلت في كراسلين طويلة صحيح التعامل مع الممثل هو بحي قدامك بشر قدامك وتعامل مع الدكور ومع الملابس ومع المزيكة لتحس أن الصوت داخل فوجدان الواحد هو قاعد تتفرج لم يمكن نساء أبداً آه أنا موليت بتجربة آه بعد صورة 25 يناير أنا توليت قيادة بيت الفني المسرع كنت مسؤولة عن مسرح مسره كله طب إحنا بعد الثورة هننتج مسرحات إيه؟ ما فيش عندنا مسرحيات بدأت أشوف المسرحيات اللي الرقابة كترفضها قبل الثورة وبتدع عرضها بدأت أستكتب بعض الشباب للمسرح فعلنا مسرحيات هنكتب دستور جديد تكلم عن دستور وخدت بعد كده جاهزة دولة تشجيع المسرحيات دي المسرحيات السلطانية الغلابة مسرحيات بقى من هذه النوعية مسرحيات كلها لها علاقة باللي جاي بالفكر اللي جاي والعلاقة بالصورة والعلاقة بالمستقبل وبعدنا نعلم المسرحيات دي ولما بدت تتعرض المسرحيات دي اللي حصل أن الناس نفعلوا معها انفعال جامد جدا جدا وبقوا يتدخلوا في العرض وبقى نقدم أحداث ونقدم حلول بقى الناس جزء من العرض لأن المسرح ممكن يتحول المظاهرة فده كان مهم جدا العرض المسرحي طيب يمكن الدكتور يمكن احنا كنا بنكلم على أنه في نماذج كتيرة جدا من الكتاب المشهورين طبعا يوسف إدريس كان رأيه أنه هو كمؤلف أنه هو موظف عند الشعب لأنه هو يطرح لخدمة قضايا المجتمع وطرحها من خلال كتاباته فيعني يمكن احنا بنشوف أنه كل كاتب بيكون لي وجهة نظر بيقدر أنه يأثر في المجتمع بشكله أو بشكل شخصيته وكتاباته يوسف إدريس كان راجل مصرحي هو راجل مختلف عن الناس كتير جدا لأنه هو كان بيبحث في المسرح عن الشكل طبعا نحن عايزين نقول أنه في علاقة بتربط ما بين حضرتك والكاتب طبعا المؤلف هو يبقى أخ والديتي يبقى خالف طيب ده يعني حاجة جويلة جدا وإحنا يعني إحنا احتكنا في يعني هو ما كانش براجة عروض مصرحي كان بيقرأ بعض حاجات ليه كانوا مكنش تنقش في الفن خالص يعني لغات موقف معين حصل وده اللي حنذكره يعني هو يسف إدريس قالك ترامل كل شعب بتاعه لغته وثقافته وحضرته يبقى كل شعب ليه مصرحه ففكر أنه يقدم مصرح مصري خالص وده أخده من السامر الشعبي السامر الشعبي والده كان نظر زراعة وموجود في كذا كذا وسية زراعية كان بيشفع زراعة فيها فكان في حيث اسمها البارشير فراسكور وكان في الشرقية في القارة البيروم وكان في كذا منطقة فكان بيشوف أبطال السامر الشعبي الحقيقي اللي بمثله إزاي فكاتب مصرحية الفرافير من هذا المطلق لأنه فكرة بطل السامر الشعبي ده بيعمل علاقة جدلية مع المتفرجين ويدخل معهم في حوار ويحتك بيهم ويصاحي فكر الناس معه ما المصرح الشعبي ده أنك بيخليك دايما ما بتعملش مع بيعملش حق رابع الحق الطواب الرابع ده يخليك أنت كم متفرج تعيش بوجدانك في المسرحية عشت بوجدانك في المسرحية حتى انفعل وتعايت شوية وبعد كده تخرج حصل لك تطهير ببقى أنك ما عملتش حاجة أنه ما بخليك تعيش بعقلك عشان تقول الله طي إيه اللي بيحصل ده إيه اللي بيحصل ده للأسف في سودريس لما عمل مسحية الفرافير كان مطاوع أفساد له هذه المسرحية كان مطاوع كان راجع من بره لسه وده لسه بقى المسرح بقى الأجنبي والسكة لإخراج الأجنبي والألماط الموجودة فأخراج المسرحية عرض أجنبي شال البلياتش وشال الراجل بيلعب مرأة وشال التكنيك الشعب يلس يلس عمله وقدم مسرحية عادية جدا خد فيها الحدوتة ما أخدش الشكل في فرموشها لما جيت عملت المحبزاتية أنا ومحص الحلم الله يرحمه ومحص الحلم كان منطلق برضو مسرح الشعب المحبزاتية وتقابلت مع أسف في دريس في مسرح الغوري أسقافة الغوري كان هو عوض لانك التحكيم الدولية فأنا دخلت كده ليه تقعد ثم هارج معاه بقول إيه يا خيال إزايك انت إيه لي كيفاك هنا قال إيه يا ولد أنت مش عارف أن خلك هو عوض لانك التحكيم الدولية طيب أنت مش عارف المسرحية المثلة مصر بتمسى مصر حيليا سيد ابنكت هو المؤلف يا سعد يديم وواهبة سيد ابنكت هو المؤلف يا كرم مطاوع سيد ابنكت هو المؤلف بعد ما خلصت المسرحية قال لكرم مطاوع قدام بمنظرة حتاب يا كرم سيد محصن قدمه اللي احنا ما قدرناش نقدمه في الفرفير لأنه هو بوظف الفرفير وأنا في المجسير بتاعي عامل فصل كامل كيف أفسد كرم مطاوع الفرفير على يسف دريس فهو يسف دريس يعني يسف دريس كان بهتم جدا في كتاباته وحتى المقالات اللي كان مقدمها وكان اللقاءات الزون كان بعمل برنامج بيوم الاثنين كبير في الزون إن هو يعمل تعوعية لعقل المتفرج يدخل في قضايا ما كانش يبقى برامج التوكشو على أي برامج خالص موجود ساعتها صحية هو كان موجود بعد ما مات السادات هو كان بقدم برنامج يوم اللي يقولهم على شرط برنامج ده يكونوا على الهوى والبرنامج ده ما يتمنتش لما بدأ يدخل فيه منتجة وقف البرنامج ده كان بيحاولي صح عقلية المتفرج كان مشكلته وعي الناس عايز الناس مش عاوز الناس تبقى مغيابة عايز الشعب يكون عنده وعي وفاهم كل اللي بيحصل شفنا الخلابيس وأنا شايفة إنه المسرح الشعبي وحضرتك يعني فضلت إن نتقدم يعني نوع التراث والتراث الشعبي بتاعنا من خلال المسرحية وخلينا كمان نقول إنه يمكن التراث الشعبي والمسرح الشعبي ده أكتر يعني جانب أعتقد أنه هو بيأثر جدا في المتفرج طبعا أنا قدمت أول تجربة عبال عندكم وقدمت وديه على تعرفت في قرى مصر وبعاك قدمت المحبزاتية المجال المسرح التجريبي كان مالت القسر أنا كان بيقول يعني 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 إيه تراث هقدم منه تجريب فالمفرج على المحبزاتية قالك فعلا ممكن التراث ينبع منه التجريب مسرح الشعبي سابق برخت كتير سابق بسنوات طويلة بحوالي 500 سنة لأنه بيتعامل مع المتفرج الحقيقي بيعمل كوليس اللعبة على المكشوف كلها تماما بتشوف المنسفة بغير هدومه وبقولك أن حلق شخص كذا أدخل في شخصية كذا وأدخل وأخرج من شخص كذا وروحي التفلونية يقولك أنا بيعب لعبة بيعب لعبة لعبة بوعي كامل وهو ليه ليه بتعامل بدون تقامص بدون معايشة كاملة لأن هو في المصح الشعبي ممكن أي لحظة تجيله نقوط اللقوط دي أنه مفلان فلاني مثلا في لحظة معنا ممكن المتفرج يعترض على اللي بتقدم فيمثله حل تاني لمشكلة صحيح يعمل هالو فيصرح فيه وعش وبعدين فيه أغاني شعبية من وجداننا وفيه أمثلة وفيه فورم شعبي للذكور شعبي وكله شعبي فاللي بتفرج أنا أي مصحية بعملها المحبسطية عادة كذا شغالها ممكن سنتين وفتحوا بقى الهناجر كمان المحبسطية عادة كذا شهر شغال في الجاريلي بتاع مركز الهناجر للفنون كان الله يرحمه العمل الدكوري بتاعه برهيم الفوي الله يرحمه عمل برضو من سكة شعبية أنت بتفرج على عبد الشعب ده بتحسي حتى الأغاني في مسحي دي ليه أخي يعني هو موسيقي أو غاوم زيك يعني روحت أنه جمعنا الأغاني الشعبية من الريف المصري من القرى جمعنا اتماعي الشعبية مثلا شقة أقفوها على دير الفار أو فين العريس اللي بيقولوا عنه جادة حليوة جوزوني منه غنية شعبية ناخد الأغاني دي وتتحور وتعملها شغل أغاني كتير جدا شعبية اخترناها أو شقة أغاني دي لفار اخترنا اخترنا الغاني دي كلها على أساس إن إحنا نتعيد صيغتها ولما أحد يتفرج عليه يحس إن غنية مش غريبة عليه فالمصح الشعبي قريب منك جدا بتحبيه جدا وهو كوميدي تماما فارس بس في حاجة مهمة جدا لازم نستعرفها السامر الشعبي ما هواش كوميديا بس ده كان فيه سامر وطني كان بتعمل في المنوفية وكانوا ييجوا في موذيكرة في حادث الدنشواي يبتدي يعملوا ولوا أبراج حمام نار ويخل ناس الشرك في تطفية أبراج الحمام ديت سامر ديني كان بيخده الشيخ على الناقة برضو في المنوفية كان يعملوا يحفروا مية حتة في مية كده ويجيبوا غرق فرعون أو غرق فرعون وجنوده ويجيبوا الصراع ما بين سيدنا موسى وفرعون ويمثلوها فكان فيه سامر من جميع النواع وفيه وفي سامر اجتماعي كان موجود وكان فيه حاجة زي المونودراما طب يعني فيه عندنا أنا بقول الخلابيس وبقولهم حبازتية حبازتية دول هم اللي ممثلوا التمثيل مع الأكرباط الخلابيس التمثيل مع الغناء بس هم هم فرق جوالة يعني كل من التراص الشعبي هو كل من التراص الشعبي كل من التراص الشعبي طبعا الحاجات دي ما عادش موجودة غد دلوقتي يعني خلاص طب ليه مش بنحاول مصرحية اسمها ملهات الحجاج جهزة الأولى جهزة السويرس المصرحية برضو مصرح شعبي بس لسه لم تنتج موجودة في بيتة في النه مصرح لسه بقى لكم سنة كده لم تنتج بعد يعني بس فرق عملتها السنة فاتت واخدوا عليها جهزة وتعاملت على كذا سنة في جامعة القهيرة وجامعة عين شامس وجامعة حلوان كل فريق عمال أخذت جهزة الأولى بيها يعني أنا مهتم جدا مصرح الشعب لأنه عاوز يبقى لينا شخصية ويبقى لينا هوية خاصة يعني عشان نقول اللي شوف يقولك ده مصر ده مصر والمصرحيات الشعبية أنا شاب بتلاقي يعني إجابة شديدة جدا من المتفرجين والناس بيقولوا على درجة أنا كان حاجة يدخل مصرحية ويقول لها فكرة للمرة الخمسة أدخل للمرة السابعة أدخل يدخل مصرحية أكتر من مرة طيب ليه بيدخلوها أكتر من مرة بيلاقي نفسه فيها بتعبر عنها بتعبر عنه ويقدر يتدخل فيها ويقدر يتكلم فيها ويقدر يقول رأيه فيها بيلاقي نفسه وبإستمتع متعة جديدة خالص عليه متعة أنا ما بلاش في التلفزيون ولا في الميديا ولا في النت ولا في أي حاجة التواصل بمباشر يعني قدامه المصرح قدامه الفنانين بيقدر أنه لو عنده رأي بيقدر يقوله يعني يعني فيه فكرة التواصل ويعني فيه نوع من الحيوية في العرض وهي فيه حاجة يعني أنا لما بلاشتكت المصرح وقلت أنا لازم هو المصرح عشان نطوره نحط فيه سينما نحط فيه خدع طيب سينما موجودة عندنا يا جماعة وفيه خدعها مش ممكن عن نفسها لا ده لما طوره أقربوا من الناس أكتر أكتر الحقيقة الرابعة تماما وخيال المتفارج يشمي ريحت البخور الموجودة ويحس بالناس ويلمسهم عشان كده عروضة عندي في حلقة ومثل تلاقي بيخبط فيك كده ويخبطك كده ويديك حاجة ووزع ليك شرباط ووزع ليك بومبوني آه يوضع ليك شرباط في العرض يوزع ليك خد كده وما عمش بتعالي كده ويديو له حاجة يمسكها وياخد منه يتعامل مع المتفارج الحقيقي عشان المتفارج يقولك أنا رايح أشترك في مصرحية الليلة مش لاح أتفرج على مصرحية الليلة عشان كده المصرح يبقى له خصوصية طيب ليه دكتور احنا مش بنحاول نحن نعيد الفكرة إن أنا المتفارج إن هو يشاركني العرض المصرحي هل ده وارد إن احنا نرجعه مرة تانية أو يعود مرة أخرى ولا ده يقامين على الانتاج صراحة يعني أنا الناس اللي شافوا المهات الحاجات اللي أنا عملتها في مرجان السنة اللي فاتت حقنا عقبار شديد جدا بس كان فيه أتوال عاملها يعني لأ أنا رأي يعني إن إحنا إن إحنا نعمل دورة من دورات المهرجان القاوم بالمصرح طبال المصرح الشعبي دي هتنعش الحركة المصرحية إنه عاش كبير جدا جدا يعني يريد المسؤول على المهرجان سوز يوسف سماعين يعمل حاجة زي كده أكيد أكيد هل يعني فيه مثلا أحد الأعمال دي ترجمت للغات مختلفة حتى يتعرف الغرب أو العالم على ثقافتنا وتراصنا الشعبي يوسف دريس ترجم الفرفير ترجمت لكذا دولة والعالم كله يعرفها بس بالترجمة الأصلية مش العرض اللي شونا في التلفزيون والعرض هو أجنبي اللي حط فيه كورس وقرال وحط فيه زي ما كون بفراجة العرض إغريقي والعرض مش هو ده العرض الأصل ترجم لكذا لغة طبعا في العالم وأنا أخذت جواز كتير على كتابات الشعبية والموسوعة يعني موسوعة الموسوعة اللي هي الدولية اللي بتكتف المصرح سنة 85 قالوا إن سيد محمد عالم قد من حباظتية يعني ده قد من ضمن الناس اللي هم طوروا في المصرح المصري فترة بياته مش هلت فيه بعض الناس صحفين زيعلوا إنهم كتبوا عنه ونسي كتلسة شبه صغير ما كملتش 27 سنة حاجزة كده يعني فطبعا فيه بس طبعا إحنا لازم يبقى لنا هوية زي ما مثلا فيه الشغل الياباني ليه هوية خاصة وصيني لهوية خاصة نفسي وبحنا لنا هوية في المصرح ده نعم معش جدو العروض الأخرى بس لازم نركز عهويتنا لتبقى تكون موجودة يعني يكون في مسرحة دايما كان فيه مسرحة الغد العروض الشعبية كان موجود وأنا قدمت فيه مسرحية الشطار خرج عبد الرحمن الشافح برضو طول السلام غوري والشطار دي كان عرض شعبي وفضل المصرحة ده مسرحة خاص العروض الشعبية بعد كده لغو حياة العروض الشعبية وخلو مسرحة تقاليدة عادي هل الإقبال بيكون الشباب أيضا على يعني هذا النوع من المصرح آه طبعا إقبال كبير جدا جدا كبير جدا بس هو مشكلة إنه مسرح نقد لازع يعني الشطار دي دي كتقبل صورة بحوالي 6 شهور وجم أمن الدول وقفها لنا كلها وقال لك إيه ده إيه ده معاولة الناس حيقوم بصورة على الحاكم والحاكم حيجي آه يعني يعني فيه نوع من النقد اللازع للأسف حصلت كده وجي الرئيس مبارك الله الرحمن كان جي مريض في الآخر برضو صحيح فالناس قولوا انت بتنبقت بعد ما حصل حكاة دي فالمصرح بتنبق فطبعا يعني انت بتصدم مع السلطة تتعلم مسرحية مفتوحة للناس يعني انت ممكن وانت بتعلم مسرحية كلامي يتقال في النص الرخابة وفقتش عليه المسألة دي مهمة جدا لا اعنى مسرحية مقفولة متبقاش مفتوحة هتخذها للناس صعب يعني انا شايفة انه ترجمة الاعمال يمكن هي من الطف واهم الاشياء بنسبة لفن المصرح لانه اولا زي ما حضرتك تناولت مثلا المصرحيات اللي هي خاصة بالتراس الشعبي والمصرح الشعبي ان احنا بنعرف هويتنا للعالم فانا شايفة انه موضوع الترجمة ده مهم جدا والله انت لفت نظر الحاجة ان انا ممكن مصرحاتي ده ابعت الترجمة في المركز الترجمة يعني لانه هي طبعا هي حاجة مهمة طبعا لانه كتير جدا من الشعوب بتهتم جدا بثقافتها من خلال المصرح ومن خلال الفن وبتفضل محتفظة به على مدار سنوات وعلى مدار كورون لكن احنا يمكن محتاجين احنا نوصق ده مهو مركز قامل المصرح بيصور كل المصرحات انا كنت وردو رئيس المركز قامل المصرح فترة فترات يعني بوصق كل المصرحات اللي بتعرض في السوق لازم يصور المصرحات كل المصرحات طرح المقلس قامل المصرح تاخدية موجودة مصرح كويس بس في حاجة قبل كما تصورتش طبعا انا نفسي بس حاجة مهمة بالتكنولوجيا طبعا لي علاقة طبعا بالتكنولوجيا الوقت بقت متطورة اه طبعا فعنا ممكن يعني عملية التوثيق دي كون اسهل بكتير انا نفسي بس ان التلفزيون ينقل المصرحات زي زمان زمان كل المصرحات عامل ايه حافظين كده تطعيلت شهر اتنين تلاتها في مصرح بكات تزوني نصورها وتطعيلت على الجمهور الوقت اي حد بفرجة تزوني لك مصرح مصر انتو شفت مصرحات التانية عاملت زي شفت اطلع بقدم ايه شفت القامل بقدم ايه شفت الكونت بقدم ايه شفت الحديث بقدم ايه ده عروض ارقى كتير جدا مصرح مصر ده شوات افهات فين ما فيش مصرح فعش نفسي تزوني ينقل المصرحات يعني يبقى فيه برتوكول كده في الدولة ينقل المصرحات انا كنت بعمل برتوكول ده مع صوت القاهرة والاسف يعني سبت البيت فن المصرح واتنقلت كده بمكيدة يعني ان هم ايه كتان برتوكول ان هم ينقلوا جميع المصرحات بتاعتنا ولما تتم البرتوكول ده امنيات حضرتك بقى لفن المصرح حتى يصل يعني المصرح بترجمة الى العالم شايف ايه اهم النصيحة بتقدمها للكتاب والمؤلفين انه يكون اكثر محليا ويعتمد على الشخصية المصرية ويقرر من الشخصية المصرية اكثر واكثر واكثر ما يحاولش يقلد تجارب عالمية وقدمها خليك مصري هتبقى عالمي هو ده المهم جدا محمد مونير انتشر في العالم لانه كان نوبي ومصري أصيل فالناس عرفته وحبيته كان بقدم مزيكة نوبية ومزيكة مصرية وكلام مصري أصيل وكلام نوبي فوصل للعالمية واحتفظ بالتراث ده طول الوقت فانت كل ما تبقى اكثر محليا بس معمق التراث وتحمل فكر ولازم ما تجريش وراء وراء المظاهر وراء التسئيف وراء لا دورة قيمة الحقيقية في ناس كتير بيشغلوا في الجزئية وربنا ما فوقهم طبعا المسألة صعبة ومشور طويل يعني أكيد الحقيقة استمتعنا جدا من خلال حوارنا مع حضرتك واخدتنا لجوالات عديدة على مدار التاريخ وتعرفنا على أنواع المصرح المختلفة ويمكن حضرتك أثرت جدا أنه مهم أننا نعود إلى المصرح الشعبي وأنه يقدم بأشكال مختلفة وأنه يعبر عن الهوية المصرية وده يمكن أهم شيء يمكن توصلنا لي من خلال حوارنا مع حضرتك بشكر حضرتك جدا أن الدكتور السيد محمد علي الرئيس الأسبق لبيت الفن المصرح والسيناليست والمؤلف المصرحي شكرا جزيلا لحضرتك حضرتك نورتنا وشرفتنا بشكركم مشاهدينا بكرا إن شاء الله فريق عمل آخر وبنصبح لك وإلى اللقاء اشتركوا في القناة